تقول زوجي مسافر بقاله خمس سنوات منزلش خالص وبقاله سنتين مش بيكلمنا ولا بيصرف علينا فما حكم الدين هل هو كده لسه زوجي ولا لا؟ والله نقول له اولا يتقل لها في مسترعاه لان مسألة ان يترك زوجتها وخمس سنوات هذه جريمة مهما كانت الاسباب ومهما كانت الدواعي فهو في الخارج يجمع المال حتى لو كان قليلا يجمع من اجل اسرتي ومن اجل ان يعف نفسها وان يعف زوجتها فترك الزوجة خمس سنوات كاملة بهذه الطريقة هذا حرام شرعا حتى لا يسيقه المسلمون في الجهات في سبيل الله فكان عمر بن خطاب يسأل يعني حفصة كم تصبر المرأة على زوجها فقال ستة اشهر فامر يعني في هذا الوقت الشديد الذي كان يسافر المجاهد شهرا زهابا وشهرا ايابا قال لا ينكس اكثر من اربعة اشهر هناك حتى يعود الى اهل واترك الجهات في سبيل الله ويعود الى اهله ليعف نفسه ويعفهم بهذا الامر ثم زادت صينة بلا بعد ذلك انه قطع التواصل معهم والانفاق عليهم سنتين كاملتين وهذا حرام اخر بالوافق الى الحرام الاول لكن لا نستطيع ان نقول لها انها مطلقة الان تستطيع ان تتزوج ما تشاف لا بد ان يطلقها بالطريقة الرسمية او باللفظ او يرسل لها انها طالق او تطلق على يد المأزون او غير ذلك ولذلك لم يجز الله سبحانه وتعالى الى من الزوجة اكثر من ثلاثة اشهر الى هو الانسان ان يؤلي ان لا يقرب زوجته اعطى له الفرصة في ذلك ثلاثة اشهر ثم بعد ذلك اما ان يطلق واما ان يعود ويستغفر الله سبحانه وتعالى هذه خمس سنوات شديدة ما لم يكن هناك عزل قائر لهذا الرجل ولا ازنه في عزل قائر وانا كانت الزوجة عزرته في ذلك وتأخر عن النفقة عليهم ولا اتصال بهم ولا تقنان عليهم فنحن نقول لهذا الرجل يتق الله في اهلي وانه مسؤول عنهم ونقول للمرأة اذا كنت لا تستطيعين ذلك فارفعي امر الى القضاء واحصولي على الطلاق لانك الان لا زوج يعفك عن الحرام ولا ينفق عليك ولا على اولادك فلما يعني البقاء هكذا معه لا تستفيدين شيئا فارفع امرها الى القضاء واذا وجد القضاء انه تغيب خمس سنوات وارسل اليه ولم يرجع اليها فيطلق المرأة وتأخذ كافة حقوقها وتنفصل عن هذا الزوج ويغنيها الله سبحانه وتعالى من فضلك